بسم الله الرحمن الرحيم فنحمد الله تعالى أن جعلنا مسلمين ونشكر الله تعالى أن جعلنا للإسلام متبعين وأن أكرمنا بالعيش في بلاد الحرمين الشريفين وأن هيئ لنا حكاما ميامين حكموا البلاد بتعاليم هذا الدين وعنوا برسالة الحرمين الشريفين ومن رسائل الحرمين الشريفين نشر سماحة واعتدال ووسطية هذا الدين ومن رسائلهما العناية بما يحقق السماحة والوسطية والاعتدال وإن الحوار أحد الركائز المهمة لتحقيق منهج الوسط ولقد بدأت الرسالة المحمدية بالدعوة إلى العلم والحوار عندما بدأ الوحي بقوله تعالى اقرأ وانطلاق الدعوة بحوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش الذي جاء القرآن الكريم ببيان المنهج في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولهذا كان لقاء اليوم عن هذه الرسائل الحوار والوسطية والاعتدال وأثر الحوار في تحقيق الوسطية والاعتدال ويا أيها الأحباب الكرام أنقل لكم مباحثة وعناصر هذا اللقاء التي جعلتها فيما يلي أولا تعريف الحوار لغة واصطلاحا ثانيا أهمية الحوار عموما وأهميته في الإسلام ثالثا الحوار في القرآن الكريم والسنة المطهرة رابعا مقومات الحوار الناجح خامسا آداب الحوار سادسا أثر الحوار في تحقيق الوسطية والاعتدال سابعا جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وترسيخ الحوار المؤدي إلى الوسطية والاعتدال أولا تعريف الحوار لغة واصطلاحا الحوار لغة أصله من مادة حور ولها ثلاثة أصول أحدها لون والآخر الرجوع والثالث أن يدور الشيء دورا والأقرب هو الرجوع فيقال حار إذا رجع قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور والعرب تقول الباطل في حور أي رجع ونقص وكل نقص ورجوع حور والحور مصدر حار حورا أي رجع ويقال نعوذ بالله من الحور بعد الكور وهو النقصان بعد الزيادة ويقال حار بعد ما كار وتقول كلمته فما رجع إلي حوارا وحوارا ومحورة وحويرا وجاء الحوار والحور أي الجواب والمحاورة والحوار المواردة في الكلام ومنه التحاور ومن ذلك يقول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ويتبين مما سبق أن مادة الحور والحوار تعني المراجعة في الكلام أما تعريف الحوار في الإصطلاح فلم يبتعد كثيرا عن مفهومه اللغوي فقيل إن الحوار هو المراجعة في الكلام أو الأخذ والرد بين شخصين أو طرفين لكل منهما مفاهيمه أو أفكاره أو آراءه أو مقترحاته وتجاذب أطراف الحديث بين شخصين أو أكثر الهدف منه الوصول إلى لغة مشتركة ومفاهيم متقاربة وتشخيص موحد وقيل الحوار نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافية فلا يستأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب وعند البعض أن الحوار هو الكلام المتبادل بين طرفين في أسلوب لا يقصد به الخصومة ومن هذه التعريفات يمكن تحديد مفهوم الحوار بأنه تبادل الآراء والأفكار حول موضوع معين بين طرفين أو أكثر بطريقة متكافئة بعيدا عن التعصب للتوصل إلى مفاهيم مشتركة أو متقاربة والله أعلم ثانيا أهمية الحوار الحوار وسيلة ضرورية في حياتنا اليومية وهو ضرورة اجتماعية وخاصة في هذا العصر التقني فهو من أهم وسائل تواصل وتفاهم الناس وهو ركيزة الدعوة وإصلاح الناس في المجتمع ومسلك التربية والتعليم ومجمع الالتقاء بين البشر ويمكن إجمال أهمية الحوار عبوما فيما يلي أولا الحوار وسيلة مهمة جدا للفهم والتعلم والمعرفة ثانيا الحوار الأسلوب الأفضل للتواصل والتخاطب ثالثا الحوار هو طريقة مثلاء لنقل الآراء والأفكار والثقافات والحضارات رابعا هو وعاء التآلف والتعاون وكسب حب الآخرين خامسا هو وسيلة ناجعة لتغيير اتجاه الآخرين من أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة ثالثا الحوار أسلوب حضاري راق في الرد على الشبهات وبيان زيفها وكشف حوارها أما أهمية الحوار في الإسلام فإن من عناية هذه الشريعة الغراء بالناس وأرائهم فقد اعتبرت الحوار أخلاقا وفكرا وسلوكا له أفضل النتائج والثمرات وأذكر إجمالا أهمية الحوار في الإسلام أولا الدعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة على المخالفين إن أول خطوات دعوة الغير إلى الإسلام هي الحوار قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويكون الحوار ببيان محاسن الدين ونشر فضائله وسماحته والتواصي بالحق والنصح والإرشاد ثانيا الرد على الشبهات التي يثيرها أصحاب العداء على الإسلام وبالحوار تدفع الشبهة وتقام الحجة ثالثا تعزيز الحق وكشف ضعف الباطل وهوانه وذلك بالأدلة والبراهين الشرعية وما يماثلها من أدلة العقل وواقع الحال ثالثا من عناصر هذا اللقاء الحوار في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لقد عني القرآن الكريم حناية بالغة بالحوار وذلك أمر لا غرابة فيه أبدا فالحوار هو الطريق الأمثل للإقناع الذي ينبع من أعماق صاحبه والاقتناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن يفرط وإنما ينبع من داخل الإنسان وقدم لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار منها حوار الله تعالى مع الملائكة ومع إبليس ومع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنها ما دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين الرجل الذي آتاه الله الملك وقصة موسى عليه السلام حيث طلب من ربه أن يأذن له برؤيته وقصة عيسى عليه السلام وقصة أصحاب الجنتين وقصة قارون مع قومه وقصة داود عليه السلام مع الخصمين وقصة نوح عليه السلام مع قومه وقصة بني آدم وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ومن يطلع على هذه النماذج وغيرها يتأكد له أن القرآن الكريم يعتمد اعتمادا كبيرا على أسلوب الحوار في توضيح المواقف وجلاء الحقائق وهداية العقل وتحريك الوجدان والتدرج بالحجة احتراما وتقديرا لكرامة الإنسان وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور أما الحوار في السنة المطهرة قد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إن السنة المطهرة مليئة بالحوارات المتنوعة المؤسسة المعلمة للجميع معنى الحوار ومنها روى أبو أمامة أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتأذن لي في الزنا فصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه أدنه فدنى حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا جعلني الله في ذاك قال صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني الله في ذاك قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك؟ قال لا جعلني الله في ذاك قال كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحص فرجه فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا وكذلك في قصة الرجل الذي أنكر ولده وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال أين ذلك؟ قال لعل عرقا نزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الغلام لعل عرقا نزع ومن هذا يتبين أن الحوار في السنة المطهرة مليء بمعاني وجمال وأخلاقيات وأداب الحوار وهو أصل اتبعه صلى الله عليه وسلم رابعا من عناصر هذا اللقاء مقومات الحوار الناجح ويمكن أن أجملها فيما يلي أولا إخلاص النية لله تعالى فإنه ما من عمل يرجى نفعه وتأثيره في الآخرين إلا كان الإخلاص أكبر ركيزة فيه فمن طلب من محاورته مع الآخرين مرضات الله تعالى وحسن ثوابه وبيان الحق كان من المؤثرين في المحاورين ثانيا من مقومات النجاح العلم إذ بدون العلم يصبح الحوار هدرا للوقت وضياعا للجهد والعلم المقصود هو العلم بموضوع الحوار ومسائل والقدرة على النظر والموازنة والاستنباط والاستدلال والترجيح بين الأقوال والأدلة المختلفة ثالثا التجرد لطلب الحق ويقصد بهذا استهداف الحق والسعي الجاد إلى الوصول إلى الحقيقة ويقتضي ذلك من المحاور اجتناب التعصب لوجهة نظر مسبقة والتمسك بفكرة أو قناعة يرفض نقضها أو مخالفتها فإن التعصب يتنافى كلية مع طبيعة الحوار السليم والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل كما قال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافض قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما كان فيه من الباطل دون ما فيه من الحق وقال شيخ الإسلام أيضا ليس مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القولية بالمعاندة والجحد بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء وأهل الإسلام والملال أحق بذلك من غيرهم رابعا تحديد موضوع الحوار وهدفه موضوع الحوار هو جوهر عملية الحوار ولبها لذا لا بد من الاتفاق من قبل الأطراف المتحاورة على موضوع محدد أو قضية محددة يدور حولها الحوار والنقاش فإن ذلك يعد عاملا مهما من عوامل إنجاح هذا الحوار وجني ثمراته الطيبة خامسا قبول الآخر كإنسان وككيان له وجوده وكرامة وإنسانية كرمه الله بها بعيدا عن التصنيف والمستويات الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها سادسا الاتفاق على أصول مرجعية للحوار من المؤكد أنه لا يستقيم أي حوار بين طرفين لا يستند إلى مرجعية واحدة معتمدة يكفل الاستناد إلى مسلماتها حسم على الخلافات وضبط الحوار وتوجيهه الوجهة الصحيحة وإذا كانت أطراف الحوار تنتمي إلى الإسلام فينبغي اتخاذ النص الشرعي أصلا مرجعيا معتمدا للحوار بين هذه الأطراف استجابة لأمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سابعا الانطلاق في الحوار من نقاط الاتفاق ينبغي أن لا يبدأ الحوار بنقاط أو جزئيات مختلفة فيها بين الطرفين بل يبدأ بنقاط متفق عليها أو قواعد مسلمة أو بداهية ثم يتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها ثم منها إلى مواضع الخلاف فإن ذلك أدعى إلى تقريب الشقة وأحرى إلى تحقيق الوفاق والتوصل إلى نتائج سليمة يرتضيها الطرفا ثامنا عدم التناقض والمقصود به سلامة دعوى المحاور ودليله من التعارض وأن لا يكون بعض كلامه ينقض البعض الآخر فإن كان كذلك كان كلامه ساقطا بداهة وفكرته لا غية ذلك أن التناقض في الأفكار والتباين في طرحها يجعل تلك الأفكار متهافتة لا يلتفت إليها وبعيدة عن منطق الحق والموضوعية العلمية تاسعا سلوك الطرق العلمية والتزامها ومن هذه الطرق تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوى ومنها صحة تقديم النقل في الأمور المنقولة كما في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وفي هذين الطريقين أعني تقديم الأدلة وصحة تقديم النقل جاءت القاعدة الحوارية المشهورة إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل ثالثا من الطرق العلمية قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة أو الأدلة المرجحة إذا كان موضوع الحوار مما يكفي فيه الدليل المرجح وإلا كان موضوع المحاورة من العبث الذي لا يليق بالعقلاء أي مارسوه خامسا من عناصر لقائنا آداب الحوار إن الحوار البناء والدعوة إليه قضية في غاية الأهم لذلك نجد أن القرآن الكريم أولاها من العناية والحفاوة والرعاية الأمر العظيم وكذلك حفلت السنة المطهرة بحوارات متعددة رسمت لنا معالم على الطريق للوصول إلى الحق ولكي يكون الحوار ناجحا ناجعا فلابد له من أمور مهمة تحوطه وتعززه ولابد للمحاور من صفات وسمات يسم بها عن الأهواء والآراء الشخصية وهي بلا شك غير القواعد والأسس فالقواعد والأسس في ذات الحوار والآداب والسمات في ذات المحاور والمناظر ومن أهم هذه الآداب أولا الإخلاص لله تعالى فإن الإخلاص روح الأعمال ولبها وأساسها الذي تقوم عليه ولا يقبل الله عملا من العبد ولم يبتغ به وجه الله ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثانيا قبول رأي الآخر والبعد عن التعصب للرأي إن التعصب للرأي والتشبث به من أكبر معوقات نجاح الحوار والبعد عنه والتبر منه هو أول سبيل من سبل تعزيز الحوار وأهم سمة من سمات الداعي إلى الله تعالى لأن فيه تجردا من الأهواء والتزاما بأداب الحوار واحتراما للآراء والهدف الأسمى من ذلك كله هو الوصول إلى الحق ودفع الشبهات ثالثا اتباع أسلوب التدرج في الحوار وعلينا أن نقتدي في التدرج برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى بخلق القرآن الكريم في التدرج في الدعوة ووجه كذلك أصحابه رضوان الله عليهم إلى اتباع هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى وفي بيان تعاليم الإسلام ومصداق ذلك تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا رابعا الرفق واللين من أهم وأعظم معالم الحكمة في الحوار الرفق واللين في الإرشاد والقول والنصح والمعاملة وهي مرتبة عالية رفيعة أن يكون الداعي رفيقا لينا مع المدعوين كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر خامسا دفع السيئة بالحسنة وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه ادفع يا محمد بالخلة التي هي أحسن وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين والصبر على الأذى سابعا مراعاة حال المخاطب من أصول الحوار في الإسلام آدابه مراعاة حال المحاور والمخاطب إذ ليس من الحكمة استخدام أسلوب واحد في الدعوة مع الكبير والصغير والرجل والمرأة والمتعلم والجاهل والرئيس والمرؤوس والهادئ والغضوب والمستشرف والمعرض والمتردد والمنكر بل لابد من تنويع أسلوب المخاطبة مع الكل بما يناسبه يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم إن المحاور الناجحة هو الذي يعطي كل إنسان ما يلزمه من أفكار وأدلة بحسب حالته ومستواه العلمي ويحاول أن يقنعه بالأسلوب الذي يناسبه ويناسب مداركه وفي جميع الأحوال يجب على المحاور قول الحق والصدق والصبر على الأذى وكذلك الصبر على ما يكون من أخطاء أثناء الحوار ومن آداب الحوار الاستدلال والتعليل والإيضاح ومنها أي من آداب الحوار حسن الاستماع للطرف الآخر إن حسن الاستماع وتجنب المقاطعة وإعطاء فرصة المحاورة والرد للطرف الآخر والاهتمام بما يقول من أهم آداب الحوار وقد قال الحسن بن علي رحمه الله لابنه يا بني كن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك ويقول الإمام بن عقيل الحمبر رحمه الله وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة بحيث ينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدليل ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه أخيرا من آداب الحوار قبول النتائج والإذعان للحق إن الحوار العلمي إذا كان خاليا من التعصب قائما على الاحترام بين الطرفين خالصا لطلب الحق أدى ذلك إلى قبول الحق من أي طرف كان ولله در الإمام الشافع رحمه الله حيث قال ما ناظرني أحد إلا أحببت أن يوفق وما أبارئ أظهر الحق على لساني أم على لسانه سادس عناصر هذا اللقاء وهو أهمية الحوار وأثره في تحقيق الوسطية والاعتدال عرفنا سابقا معنى الحوار وقلنا تبادل الآراء والأفكار حول موضوع معين بين طرفين أو أكثر بطريقة متكافئة بعيدا عن التعصب للتوصل إلى مفاهيم مشتركة أو متقاربة أما الوسطية فهي العدل والخيار واختيار أفضل الأمور وأحسنها فالوسطية هي الخيرية والأفضلية وقد قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومنه قول الأعرابي للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا فقال له الحسن أحسنت يا أعرابي خير الأمور أو ساطها أما الاعتدال فهو الاستقامة والتزكية والاستواء والتوسط بين حالين ويعرف بأنه التوسط والاقتصاد في الأمور وهذا التفرد في هذا الدين بالوسطية وهذه الخيرية لا يظهرها إلا حوار هادف صادق فعال يبين العالم المتأهل من خلاله وسطية الإسلام وجماله ومحاسنه واعتداله فأمة الإسلام هي أمة الوسطية وقدوتها هو رسولها محمد صلى الله عليه وسلم خير من حاور ودعا وعلم ويتمثل أثر الحوار في الوسطية والاعتدال باعتبار الحوار مقدمة أولية لابد منها لتحقيق الوسطية والاعتدال فالحوار ضرورة لا غنى عنها ومرحلة تسبق الموقف الواجب تجاه مسائل الخلاف ووجه ذلك أي من أهمية الحوار في تحقيق الوسطية والاعتدال أولا الحوار يكشف مدى قرب المخالف وبعده من القضية المختلفة فيها وثانيا الحوار يسهم في بناء تصور صحيح لمحل الخلاف وثالثا الحوار يتبين الحق به ورابعا الحوار يبين ما لدى الطرف المخالف من تصورات حول محل الخلاف وخامسا الحوار يبين حقيقة المخالف من كونه يطلب الحق أو يعاند وسادسا بالحوار تتبين الأمور المشتركة والأمور المتفق عليها سابعا من أهمية الحوار في تحقيق الوسطية والاعتدال أن الحوار يسقط طرفي الغلو والانحراف أو يسقط طرفي الإفراط والتفريط ويبقي الوسطية والاعتدال التي هي عين الصواب أخيرا من أهمية الحوار وتحقيقه للوسطية والاعتدال أن اتباع الحوار الناجح وامتثال آدابه في أثناء الحوار يبعث الأمان والإطمئنان للمخالف مما يجعله أكثر قبولا للقول فالقول الحسن والغض عن إساءة المخالف بل ومقابلتها بالإحسان ومدارات المحاور وإكرامه وحسن التعامل معه وإنصافه بذكر محاسنه وموافقته لما يصدر عنه من حق هو الطريق الأمثل للرجوع عن طرفي الإفراط أو التفريط بل واختيار الوسط الذي هو المقصود الأسمى من الحوار السابع من عناصر لقاء اليوم وهو الأخير وهو جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وترسيخ الحوار المؤدي إلى الوسطية والاعتدال وذلك لأنه تبين مما تم عرضه أن الحوار ركيزة أساسية في الدعوة إلى الله وأنه الوسيلة المثلى لطرح الخلافات وبيان الحق والدعوة إلى الاتفاق وأننا نصل بالحوار إلى خيرية هذه الأمة في الوسطية والاعتدال ولقد حب الله تعالى القيادة الرشيدة في هذه البلاد حفظهم الله بنعمة دعم وترسيخ الحوار البناء بين أبناء الوطن وبين الشعوب المختلفة وأعرض سريعا بعضا من جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وترسيخ الحوار المؤدي إلى الوسطية والاعتدال لقد سعت المملكة العربية السعودية إلى نشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والحضارات على المستوى المحلي في تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتأسيس مراكز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات في الجامعات وهناك عدة برامج ومشاريع محلية داعمة لنشر ثقافة الحوار كبرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث وإقامة المؤتمرات كمؤتمر الحوار الإسلامي بمكة المكرمة ومؤتمر الحوار العالمي وتأسيس المركز العالمي للحوار وطرح المبادرات والاتفاقيات والصلح بين الدول بالحوار الهادئ ومن هذه الجهود الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء ومن ذلك معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته ومنها ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا ومن جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ الحوار المؤدي إلى الوسطية والاعتدال توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساوات وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية ومنها تفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ومن هذه الجهود تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الداخل والخارج وآخر ما أذكره من جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتعزيز الحوار المؤدي إلى الوسطية والاعتدال تعزيز ودعم منهج الوسطية والاعتدال باعتبارها من تعاليم الشريعة الإسلامية وإنشاء المعاهد والمراكز المؤسسة والمرصخة لمعنى الاعتدال والوسطية هذا أحبتي ما كان في لقائنا وهو أهمية الحوار في تحقيق الوسطية والاعتدال وهو الموضوع المهم والأبرز لأننا بالحوار نصل إلى خلق إسلامي وصفة متفردة في هذه الشريعة الإسلامية وهي الوسطية والاعتدال إن الوسطية والاعتدال أقوى وأهم المعالم التي تجعل الآخر يقبل ويستمع ويحسن المحاورة معنا لأننا بالحوار الناجح وباتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في ذكر الوسطية والاعتدال نصل بإذن الله تعالى إلى المرحلة المهمة وهي الدعوة إلى الله بأخلاقي وبتفردي هذا الدين أحبتي في الله قد ذكرت ما ذكرت فإن كنت مصيبا فمن الله تعالى ومن توفيقه وهدايته وإن كنت مخطئا فمني ومن نفسي ومن الشيطان وكما بدأت بالدعاء فأختم بالدعاء فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة علم مباركة أن يجمعني وإياكم وأحبابنا في أعالي الجنات وأن يحرم وجوهنا على النار وأن يرزقني وإياكم وأحبابنا والمسلمين والمسلمات العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا واحفظ لنا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا واحفظ لنا ولاة أمرنا اللهم واحفظ الإسلام والمسلمين اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان وزمان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وألف بين قلوبهم وصلح ذات بينهم واجعل كلمتهم واحدة يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أحبابنا وعلماءنا ومشايخنا وارحم ولاة أمرنا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين